وصلنا إلى أول مواضيعنا المختارة لهذا اليوم واليوم راح نسلط الضوء على المواهب الفنون القتالية في العراق بين الواقع وأيضا بين الطموح الكثير من الشباب يطمح إلى أفضل المستويات فيما يخص الرياضة وباقي الفنون الأخرى اليوم الفنون القتالية معنا في برنامج جديد شخصية رياضية رائعة جدا له الكثير من البطولات والمداليات اللي حصل عليها لكن بنفس الوقت بسبب عدم الدعم المالي خلى أنه يبتعد عن الكثير من المشاركات الدولية والمحافلة الدولية اللي تخص الرياضة واللي تخص أيضا الفنون القتالية اللي هو أبدع بها بامتياز لذلك اليوم احنا نطالب من خلال برنامج يوم جديد الجهات المسؤولة على دعم هؤلاء الشباب المحترفين برياضتهم اليوم معنا الموهبة الكابتن مصطفى أحمد علي الملقب بمصطفى جتلي يسعى الصباحك ونورتنا في برنامج يوم جديد كابتن مصطفى نورتنا وبالتأكيد عجبني هذا الاسم يعني مصطفى جتلي أي مصطفى جتلي يعني جتلي هو أكيد شخصية رياضية في نوع قتالية وأيضا نفس الوقت هو ممثل بارع حركات في نوع قتالية لا 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 تقول لي حركات ولا تقول لي رياضة هو أيضا ممثل رعع أنت أيضا بالتمثيل ممكن تكون أيضا متمكن ملاحظة أنا مثلي تهمين بحوة بجداد مقطع اكشن وفريق العروض زين هذا المقطع اكشن انكتلت بي كتلت بي أحد لا أولا انكتلت بي لأنه مولاه اللي يعني تشان يضبط الحركات الفنون قتالية الصد واللكم والضرب إلى آخره طيب مصطفى ما شاء الله عليك تمتلك الكثير من القدرات والفنون القتالية خلي نقول اليوم أريدك تحكيننا عن مشوارك في هذا المجال ولماذا خلي نقول اختاريت رياضة الفنون القتالية تحديدا رياضة الفنون القتالية حسيت أني أنا موجود بيها يعني شيء أحبه من أنا الزغري أباو على أفلام الاكشن الجاكي شان والجيتلي والبروسلي فبديت مشواري من 2013 صديقي كابتن محمود حببني باللعبة ومرني ثلاثة شهر وبعدها عرفنا على كابتن صادق المدرب الدولي للفنون القتالية ومارست من 2013 اللعبة لحد هذا اليوم طيب تدري يعني أيضا نخلي أنطيك معلومة تدري يعني فديهم من المرات شن الداء أمشي يعني بالشوارع شارع بغداد فجوني ثلاثة هما من الفنون القتالية يعني تعاركتوا إياهم لحد الآن هما ماكوا يعني مختفين يعني ليش تعارك؟ يعني اشتفوا من الوجود بسبب يعني ملاحظة اللاعب عنده ثقة بنفسه اللاعب فنون القتالية ما يتعارك أبد بالشارع صديقي؟ صحيح موانور التحديد شوي استعرض وممكن أنه بعد ما يمارس هذه الرياضة اللي احنا نسميها رياضة جميلة ممكن أنه تستثمرها بشكل إيجابي البعض يعكسها على الشارع البعض يعكسها على يمكن معاملته مع أصحابه مع أصدقاء مع كل المرة فحلو هاي الملاحظة اللي ذكرتها أن أنت أنه أجمل ما في هذه الرياضة أنه أبدا ما ممكن أن نتمارسها في الشارع تختصر هذه الرياضة على الحلبة تحديدا طبعا المنافسة الشريفة والجميلة هي قبل القتال فن فن قتالي حلو قبل ما يصير القتال فن قتالي وعدما نقول فن قتالي معنى الفن هي أخلاق طبعا بالتأكيد راقي ما شاء الله عليك مصطفى أيضا أريد تحكي لي عن أو ذكرت عبارة الملاكمة السومرية شو تقصد بها الملاكمة السومرية أقصد بها هي الملاكمة السومرية من عصر السومرين بالعراق بلد العراق يعني هي لعبة قديمة بس أسسها المؤسس أستاذ علي جعفر الدهلكي في 2016 شون اختلافة عن الفن القتالية اليوم هي تعتبر أحد الفن القتالية جزء يعني تابعه لكم وركل ومسكات أول بطورة صارت في 2016 بطولة عراق الحمد لله وشكر جبت بها مركز أول ومن 2016 تقريباً حد 2018 أجيب بها مراكز أولى آخر بطولة شاركت بها بطولة الإحزام بطولة العبطال أنا إذا أشوف ما شاء الله عليك الميداليات هاي قليلة العلم بقية بالبيت ما قدرت أجيبهم ليش؟ شوية داقهم بالحيط يعني ها ها معلقة بالحيط شباب ممكن أن نستعرضها شوية هذه الميداليات الجميلة اللي ممكن أن تكون فخر للرياضة العراقية وفخر أنه على المستوى الشخصي عندما نستعرضها وعندما يكون اليوم كابتن مصطفى ضيد في برنامج يوم جديد اللي دائما يقول أني ما لاقيت الدعم من أي جهة إعلامية وحتى من الصحافة وحتى من الحكومة للأسف الوضع المالي والوضع المادي أنا أعرفه صعب حسن معلوماتي اللي خص كابتن مصطفى يعني مثل ما يقول العين بصيرة والإيد قصيرة قصيرة يعني أنت اليوم تحتاج إلى دعم مادي وليس هناك من يقدم لك يد العون أنا مارست اللابة من 2013 لكي أدرس بالإعدادية أرجع من الإعدادية أرجع للشغل أوفر المصروف الكافي حتى أروح للتمر وظليت هذه المستمر عليها لحد ما تخرجت وصيت محن تكولوجيا وتخرجت الحمد لله وشكر ظليت أشتغل بين العمالة وبين أشتغل حمال بالسنة الحمد لله وشكر الشغل موعب بالأضافة أكو بعض المدارس يريدوني لين خبرتي مو قليلة فأروح أضطهم دروس من الرياضة أختلف لهم بالرياضة إذن يمكن أعتقد اليوم كابتن مصطفى وجه رسالة إلى العالم بهذه العبارة وهو يقولها بالعكس كلها فخر يقول أني أشتغل عمالة في عمالة يعني عامل بناء وبنفس الوقت أدرس وأهيئ الراتب والفلوس حتى أشتري بيها مستلزمات الدراسة وبنفس الوقت أكمل من الدراسة أرجع للعمالة ومن بعدها حتى ألم الكروة والألم المصارف اللي يقدر أوصل بها للنادي حتى أتمرن هذا هو العراقي خليه يسمع كل العالم عندما تكون عنده إرادة يجب أن يحقق كل أحلامه وطموحاته رغم الظروف الصعبة اللي مر بها البلاد ورغم الظروف الصعبة اللي مر بها مصطفى على المستوى الشخصي من أنواع الفلون القتالية تمارس يعني أنت ذكرت قلت أكو كثير من الفلون القتالية طبعا بس أنا أعلى بالفلون القتالي الأساسي المويتاي الأساسي المويتاي؟ المويتاي يعني ممكن تحشين عن المويتاي؟ المويتاي ملاكمة تايلندية الإيد نعم والكوع والركب والركل الرجل إلى آخره تكون محالبة نهي أي زين أيضا من ضمن ما ذكرت رياضة قوة الرمي نعتبر قوة الرمي تابعة كوكوشينغاي جزء من كوكوشينغاي أهمي أنا يعني ما صار إليها هواي من ظهرت تقريبا بل 2016 حم شاركت بها بس حصيت على مركز الثالث اللي اللعبت هو بطل عانم وصارت يعني بالنقاط خسرت رشحوني نفس اللعبة رشحوني بطولة عانم بلاروسيا بس ما قدرت لأنه الظروف المادية ما ساعدتني هي هاي المشكلة اللي احنا طبعا نعرفها قبل ما يكون هذا اللقاء موجود أيضا هاي صور اللي تنعرض على الشاشة وبنفس الوقت أريد أسألك عن فن التحطيم اش تقصد بيعني التفليش؟ التحطيم من أجمل الفنون يعني تبرز اللاعب قوته وبالأضافة مو يعني بس قوة إرادة لها تركيز وعاقل حلو صارت تقريبا بل فين وسباطعش بطولة بروتا اكواندو للعلم انا ردت أشارك كلاعب بالفن في النقاط التالية لبروتا اكواندو لكن كانت عندي أصابة فشاركت فن التحطيم قالوا بس المدربين يشاركون بيها بل أنا اللاعب الحمد لله وشكر تحطيم أول حطمت حطمت رقم كاس حطمت مقرنص اشتاقر ستة والأضافة إلى عشر كاشيات وآخر تحدي كان ماشا الله اللي هي تلث الأعظم هاي زين حلو يعني اشتاقر وكاشي تحطم يعني اليوم اذا طلب من عندك المخرج مرمار كل شحطم اليوم اذا طلب من عندك المخرج محمد الحبوب واللي طبعا كل شعانة على مود هذا الديكور وهذا الاستوديو اش قدت ياخذ من عندك وقت حتى تحطم النايا يعني للعلم انا اشتغل التاروف مثل ما قلت لك اشتغل عمالة في الموهبة التحطيم من العمالة اخذته يعني بوقت فراغي انا اتمرن بعض الاحيان بوقت فراغي لا تحطيم مارس التحطيم من الكاشيف ومصاعدين الحد ما حطمت الضابوقة اللي هي 10 سنتيمات طبعا هاي صور الشغل هاي بسنك الشغل يمكن اعتقد هو مرجلة للشاب نشوفه هو يمكن هنا يدفع عربانة وهنا عمالة واثنما يمكن يشتغل عمالة هو اليوم بنفس الوقت يمارس الرياضة وبنفس الوقت يمكن اعتقد العمالة هي اعتبرها رياضة حلو عشد اذاك ممكن انه تنمي عضلات الجسم وعضلات اليد والرجل وكل اجزاء الجسم لكن هي بنفس الوقت شاقة وبنفس الوقت الرياضي دائما يحتاج الى قوته حتى ممكن انه يمارس حياته لكن بنفس الوقت مثل هكذا مواهب فعلا تستحق الدعم يعني شون نقول لا حياتني من تنادي يعني فعلا شواب العراق اليوم قناة الرشيدة الفضائية دائما تحاول الصلط الضوء عليهم من خلال برنامج يوم جديد هذا اللي نقدر عليه ونوصل صوتهم نوصل رسالتهم خصوصا الفئة الشبابية الفئة الشبابية اللي تستحق فعلا انه يكونوا يعني فئة القمم ويستحقون ان تكون لهم اسماء لامعة في سماء العراق لينعدهم هذه المواهب اللي ما ممكن انه يمكن موجودة في اغلب الدول العربية احنا نشوف ايضا بعض الصور عشان عليها مصطفى شنو جددت هاي باركور هاي الباقف لب اوبين هاي طيب هاي مدربي كابت الصادق وجهه لتحية تحيات نهلا مدربي في الوقت تالية يعني اريد تحدثنا عن مشاركاتك اليوم كلاعب شاركت اول بطولة في 2014 كيوان وبعدها كيك بوكس وبعدها كونفو وبعدها مويتاي كوكشين جاي هاي مشاركات مع بطولات شنو طبعا بطولات داخلي انا امثل نادي جسر ديالة حلو هم اكو اوزان يمكن مصطفى عندنا شوفك انتليوات كلش ضعيف يعني لا انا متوسط هاي بالوزن المتوسط في اوزان مضلا لكل وزن كل وزن خاصمة خاصمة خاصة به طيب برأيك لماذا لا يوجد يعني دعم كافي للرياضات بالرياضة دخلي نقول الفنون القتالية في العراق برأيك شنو تقص احنا بالعراق هنا انا انا كثر من مرة قلتها وزارة الشباب والرياضة مهتمة فقط بكرة القدم ما باقي الرياضات ما مهتمة انا عشينا عن نوع الدعم المطلوب اللي انت تحتاجه ممكن توصل صوتك من خلال لقاءنا وحبارنا والله انا ناشدت وزارة الشباب والرياضة لكن ما تلبت للندائي بس انا ناشد وزارة الداخلية والدفاع اللي كونهم انا بطل وعندي خبرة بالتدريب اقدر افيد بلدي بالفنون القتالي او تدريب القوات الخاصة والياقة البدنية بالاضافة عندي انجازات كلش حلوة تقريبا صال لخمس سنين اركض بي الشارع ثلاث ساعات مستمرة اطلع من خمسة الفجر وارجع بثمانية معد ما تدريب لازم تكون منتسب يعني ما عندك مشكلة معد ما تكون منتسب بالعلم انا نخرج معها التكولوجيا حلو ايه ومعدل بسادس ثلاث وثمانية بوين 25 وعشرين اهه اي من العشرة وغير يعني قدمت ثلاث مرات على وزارة الداخلية كلية الشرطة هذا طموحك وامنيتك ايه طبعا بالتأكيد اذا هذه رسالة مني يعني مقدم برامج عمر محمد وايضا رسالة من مصطفى ومن خلال قناة رشيد وبرنامج ايضا يوم جديد الى وزارة الداخلية او وزارة الدفاع نجب وحاصل على كل هذه المداليات بالفنون القتالية ممكن هكذا خبرة وهكذا شاب نستعين به من اجل تدريب شبابنا في القوات الامنية والهجزة الامنية بما يخص الداخلية والدفاع وطموحه وحلمه انه يكون منتسب في الدفاع او في الداخلية ونتمنى من خلال برنامج يوم جديد انه رسالة مصطفى وصلت وانه يتحقق حلمه ويرجع هو يخابرنا خابر قناة رشيد يقول رسالتي وصلت وايضا تم قبولي وتحقق حلمي حلو عندما يكون طموح شاب عراقي عنده هاي المداليات وهذا التبييز فيه رياضة معينة وبنفس الوقت حاب يخدم بلده ويحب يوفر الامان لبلده وأهله وناسه ربي يحفظك المصطفى عاشت ايدك اكثر من رسالة اليوم انت وصلتها من خلال حوار وياك اريد اوجه تحية الكابتن عادل اللي هو علمني فن الباركور ومن خلاله قدرت اصير مدرب والاضافة اهم شي اوصل تحية خاصة الوالدي اللي علمني شو هنعتمد على نفسي حلو من الابتدائي والحد مرحاية تبتوقف بس يقولون الوالد بني علم شوية يكتل ويضرب حتى شوية طبعا لعشون شبعة تكتل الان لا لا حد شو كتل وكذا بالزوج؟ طبعا عندي جاهل وهمينه جاي الدروة ما شاء الله ما شاء الله يصير الان ما حققته ان شاء الله هو يحققه ان شاء الله انت اتحقق بعدك فيه مكتب العمرك ان شاء الله شاء الله شاء الله شاء الله شاء الله ان شاء الله والتأكيد اهل الخير ما يقصرون بالتأكيد ناشدنا بصورة مباشرة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع يعني حبك لبلدك ممكن أنه يخليك أنه تتوجه لهذا الاتجاه أنت لاعب ومدرب وحكم بنفس الوقت كيف جمعت بين كل هذه المسميات؟ أول ما شيء أول شيء لازم واحد يدخل صور لاعب بالممارسة شوية شوية دخلت دورات تحكمية وتدريبية صرت مدرب وآخر فترة قمت ما قدرت أشارك لأن اكتفيت مثل ما يقول واحد يجيب أول أو ثاني وان يريد يوصل صرت حكم مرشحك إلى بطولات عالمية مرشحون خمس مرات بطولات روسيا وبإيران وبتركيا وبكوريا جنوبية مرتين مرحيت مقلت لك الدعم مادي ما خلاني يعني كل شيء ما أقدر يعني أنت كنت مرشح ومرشح بامتياز طبعا لكن الدعم المالي يعني اليوم يعني ما أعرف وزارة الرياضة يعني الشباب والرياضة ما أعرف شنو دورها طيب على العموم هل لازالت هذه اللياقة والرياضة هي موجودة عند مصطفى؟ طبعا لحد هذه اللحظة أول ما نفس الإمكانيات الحمد لله وشكر وإن شاء الله أكثر وأكثر أكثر وأكثر إن شاء الله إذن إن شاء الله تلاقي الدعم اليوم برأيك لماذا لا يوجد أو عدم وجود دعم لك؟ لكن ما زلت تمارس هذه الرياضة إحنا نشوف اليوم ماكو دعم مادي وأنا دعا أشوف يعني كثير من المآسي انتبرت بها بما يخص الدعم طبعا يعني ما علاوه المادي وغيره وأنا امتكد هو المادي يكون هو الأساس لكن أنت ما زلت مصر شنو خاطر الاسرارة؟ بأن قاوسي انصرت مدمن رياضة الله إيه يعني إذا ما تمارن يوميه لا أعرف شون ما نقول فالشي يعني ناقصني يعني هيتش أنا أول ما قعد الصباح أتمرن قبل الرئيول زين ها أنت تمرن؟ بالبيت قاعة مصغرة مرتبة يعني صحيحة بآلات بسيطة تاير على ويل ماء السيارة الكانيات بسيطة بس منها الكانيات البسيطة يطلع بيها بطن زين لش عجب ما رح تسجلت ابنادي قاعة جيم؟ يعني هما ينظرون على الظروف المادية؟ طبعا بس أنا أدرب مركز الشباب بتعرف مركز الشباب ما بذلك الصرف بس الكراه وكذا سألها هيت الدبا يعني تأكيد خاصة أنت حاليا يعني ظروفك خاصة يعني الاجتماعية أنت متزوج بنفس الوقت عندك طفل أعتقد ممكن الفلوس اللي تمتلكها أو اللي تتقاضاها من شغل العمالة أو أي شغل آخر ممكن أن توفره اللي يزوجتك ولي ابنك الله يحفظه أو ابنك الثاني اللي جاي بالطريق ربي إن شاء الله يرزقكم وينطيكم الصحة والعافية بنفس الوقت اليوم أريد أسألك عندك رياضات يعني ممكن أنه تمارس كرة القدم يعني أنت تقول أنا اليوم مدمن رياضة ممكن مصطفى نشوفه أيضا لاعب كرة قدم حتى على المستوى المناطق الشعبية خلي نقول شو ما أقول لك يعني كرة القدم ما أقدر ألعبها لأن شو ما يقولون يصير لاعب فنون قتالية لاعب فنون قتالية يعني داخل الحلبة سيعرف حو هينضرب لكن بالمناطق الشعبية هو ما متحضر للضربة يعني أكثر الأصابات يصير بالكرة القدم زين شو كمل بالأضافة يعني ما أحب كرة قدم صحيح قبل شين تلعب ما تحبها؟ شين تقبلها؟ ما تشجع يعني؟ برشلونة ريال مدريد لا أصلا ما أبع طوبة أبد؟ خليك بالكتل والبوكسات زين أريد تحكي لنا أو تحكي للمشاهدة حتى ممكن أنه يستفاد من خبرتك وأيضا مسيرتك أبرز التمارين الرياضية اللي ممكن أنه يمارسها الشاب حتى ممكن أنه يحافظ على مستوى وعلى لياقته وعلى حتى إذا كان في ما لو يمارس هذه الرياضة اللي تمارسها أنت حتى يحافظ حتى إذا يعني تقدم بالأمر يحافظ على اللي يكتر على نفس الموهب تمارين بسيطة مثلا إذا ما يقدر ركض خلي يمشي في اليوم ربع ساعة أو ثلث ساعة المشي؟ طبعا وبالإضافة إلى طفز الحبل ورياضات بسيطة مثلا الستريت ووركاوت يعني كم ساعة أنت على المستوى الشخص تمارسها الرياضة باليوم؟ قلت لك أول ما قد الصباح تمارن ساعة ووراها العصرة تمارن ساعتين لكن يوم الجمعة مقصص الركض فقط ما خليت منطقة بالرصافة مركضت بيها يعني معناها أنت مو فقط في البيئة أنت تمارس الرياضة في شوارع بغداد كل مكان حلو؟ بالشارع بالشغول عشتنا صورت اليوم حتى بالشغول بالشغول أي فوق الأسطوح بأي مكان حلو عاشت إيدك من ضمن اهتماماتك أيضا ممارسة رياضة الباركور مثل ما قلت لك رياضة الباركور في 2017 تعرفت على كابتن عادل المدرب الأول في رياضة الباركور أو جهلة أحيية من خلال قناتكم نعم ومن يام معاد أعلمنا على أساسيات الباركور ومن ثم صباحة بطل أنا صار عندي شوية فضون أنه أبوع بعض الصور أيضا إذاكوا موجودة أكوا شباب موجودة صور أيضا للكابتن مصطفى؟ حلو إذاكوا صور للكابتن مصطفى ممكن أيضا نستعرضها وخلل نشوف أيضا هاي الصور هاي وين هاي؟ يعني بقاء الله بالبيج لا يام كابتن عادل هو صور يعني العلم هو فنان بالتصوير حلو هاي بالجزيرة هل تشوف هاي اللقطات انتوا بالهواء كلش حلو هاي باقي في لب هاي بالزوراء؟ لا هاي بالجزيرة بالجزيرة السياحية ايه هاي هاي هم كابتن عادل صور يا أخي عندك جيم يعني قفزة كلش حلوة يعني كلش عالية رايعة هاي بالجزيرة هاي توازن وفتح ما شاء الله هتبقى قفزة على رجل واحد هاي يعني اليوم إذا رتصل يعني مثلا رياضة الاشناوج قد شم يعني قد ستسويس نعم سوه فيديو تقريبا عبرت الألف مرة واحدة؟ هاي جرة واحدة ألف هاي يعني ما شاء الله اعمنا عليك بارك سويت بعض الفيديوهات للقوات الخاصة التدريب العسكري الروسي قلت لك أنا أحب القوات العسكرية أه دوس على بطن السيارة زي شون هاي دوس على بطن السيارة وموجودة فيديو على اليوتيوب وأنام على لوح مال بسامير يشمروا عليه سيتشاتين قوة أعصاب قوة بدنية بالأضافة أعوجي الشيشة برجلية وهي الحشب كلها يعني أنت جسمك محافظ على شكله لو أكون تشوهات لا لا الحمد لله وشكله موكش 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 طيب أريد تحشرنا اليوم يا مصطفى عن مشاريعك المستقبلية التي أنت ناوي ناويلها أو تطمح أن إن شاء الله تقدمها أو توصل لها أخوة يعني كل مشواري من دراسة ودخلات الفين قتالية هو أصير ضابط بالكلية العسكرية وكلية الشرطة بحيث تدرب الجنود العسكر هل أنت أدبي؟ أو علمي؟ لا أنا خري الصناعة خري الصناعة جيد كان معدلك؟ 3 و 8 ثلاثة أو 8 يعني ثلاثة أو 8 شعجب يعني؟ موكش 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 أكوية موكش موكش و العلمان عندي شهيد ومين درجة الأولى يعني المفروضة لي أكثر لولوية موكش موكش صح هناك بعض الامتيازات لبعض الأشخاص موكش هذا عنده أقاربة كان فيه زمن النظام السابق كان معتقل أو يعني مهجر أو اللي عنده شهيد أو اللي عنده كذا كثير من الاعتراضات طلعت على كل هذه المسميات اليوم نريد حق الإنسان أنه ياخذ يعني حقه بنفسه يعني شقد جاء معدل خلاص هو يعني ياخذ الاستحقاق والتعب وسهر الليالي واللي قدر عن طريق يجيب هذا المعدل الراقي والعالم يعني اليوم نحن نشوف بعض الأشخاص اللي هم معدلاتهم بكل شيء قليلة سبتينات وسبعينات يعني ما عرف المحسوبية أم المنسوبية إذا وصلت إلى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية فأقرأ على البلد السلام في أي دولة لا بدأتش على العراق لأن هاي المؤسستين هي أهم المؤسسات اللي ممكن يعتمد عليها بناء الدولة لذلك هناك الكثير من الشباب اللي عندهم مثل هكذا طموحة المصطفى وبنفس الوقت معدلة لا بأسبي بل حتى هو معدلة فخري يعني المعدل بالثباجنات أعتقد هو مؤهل لأن يكون بين هذه المؤسستين العسكريتين المهمة بالعراق شو تقول؟ طبعاً وان حتى معدلة يعني رادوه وهندسة لكن ما رحت لين كل تصميمة وكليا الشرطة الله أسكر أي لا الهندسة لو حب وإلهة يعني قلت لك قمت أسوق يا مواليد معنا 95 95 يعني بعدك ما شاء الله ممكن أن الطريق أمامك أريد منصف اليوم أنت أيضاً يعني من خلال برنامج يوم جديد ومن خلال قناة رشدة فضائية هاي كامرتك وجه رسالة أيضاً إلى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع من خلال قناتكم الموقرة أناشد وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع لكوني خريج وكوني بطل في النوم قتالية يعني أكثر من المرة قدمت على ثلاث مرات كلية الشرطة ما قبله وأنا ما أعرف ليش بالأضافة أنا مثل ما قلت خريج وعندي شهيد لكن ما أقدموا هذه شيء أمنياتك مثل ما قلت لك هي هاي نفسها الحمد لله شكر وإن شاء الله أصير إن شاء الله بالتأكيد أنا معرف ليش متفائل يا كابتن مصطفى متفائل بهذا الحلم اللي إنتدت منه متفائل من بعد هذا اللقاء أنه رح يتحقق مو بس هاي أنا كل ما أقدم وما يقبلوني أقول أكو أمل أقول أكو أمل وأبقى أستمر بالتمرين ويعني أحس حيجي هذا اليوم وإن شاء الله أصير بي إن شاء الله يجي هذا اليوم أريدي اليوم من عندك كلمة أخيرة لشبابنا وكل اللي يتابعونا ويتابعونا اليوم كابتن خلي نقول مصطفى جتلي المعروف هذا ليسي بيعجبك أشي تحب توجه كلمة أخيرة للمشاهد الكريم يعني فترة المراهقة الشاب حيصر عنده مثل ما نقول طاقة أحسن ما يخليها بغير مكان طاقة الإيجابية خليها بمكان سلبي خلي خليها بتجاه الرياضة أو بتجاه العمل حتى ما يعكس عليه وأحنا بالتأكيد بدورنا مشاهدينا ومتابعينا الناشد أيضا وزارة الشباب ورياضة أن تحتضن مصطفى وتقدم له الدعم المطلوب اللي يستحقه يعني إحنا ما نطالب أكثر مما يستحققونا مشروع بطل عالمي في بجال الفنون القتالية وممكن أنه يصبح نجم عراقي بل حتى على المستوى العربي والعالمي اليوم كابتن مصطفى نورتنا اليوم بحضورك شكرا نستعد كله وإن شاء الله نكون وفينا وكفينا ووصلنا رسالتك وصوتك إلى ما أقصرت العالم كله ما أقصرت المؤسسات الحكومية نتمنى أنك المزيد من التقدم والتألق في مجال عملك وفي مجال الفنون القتالية هذه الرياضة الجميلة ونتمنى أنه ترفع اسم وعلم بلدك عالي في أغلب المحافل الدولية إن شاء الله من مزارة الشباب والرياضة من مزارة الدفاع والداخلي إن شاء الله بكل الأحوال أنت رح تقدم لبلدك لأن أنت دائما وطني ومحب إلى بلدك إذن مشاهدينا كنتم مع أجمل شخصية رياضية متواضعة جداً ويعني حالة شوية دعونا نقول عسير إن شاء الله يفك ضقته وبنفس الوقت يحقق كل أحلامه نموذج لشاب عراقي مثل الملايين بل أكثر متواجدين أيضاً اليوم في ساحات الاعتصام حلم عراقي نتمنى أنه يتحقق كل شاب عراقي عنده طموح وعنده حلم البعض منعدهم وأغلبهم يتمنى يكون عنده ولد صغير يشيل بين إيديه لكن ما عنده الإمكانية أنه يتزوج وما لقى حتى يعني المبالغ البسيطة اللي ممكن حتى يتزوج بيها اليوم إحنا نشوف حتى بالساحة العراقية رغم الظروف الصعبة اللي عيشها الشاب العراقي نفتقر حتى للزواج الجماعي اللي تشلنا دائماً اللاحظة اليوم أصبح الزواج الجماعي مجرد تقارير نتناولها لبعض الدول الأوروبية من خلال قناة رشد الفضائية نشوفها بالصين نشوفها باليابان نشوفها بأغلب الدول الأوروبية حتى في الخليج لكن العراق اللي كان سباق بمثل هكذا كرنفالات اليوم هو يفتقر لهكذا كرنفالات ممكن أن نتحقق حلم الشاب العراقي ربي يحفظ كل العراقين بدون استثناء مشاهدينا ومتابعنا مشتورين مع باقي فقراتنا الصباحية لهذا اليوم شكرا شكرا